بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة نتمنى لتيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة نشكر المتابعين القدام مجداد والناس الأوفياء لهذه القناة إن شاء الله بحول الله وقوته غالي نوضع واحد لصفة خاصة لجلب أي حاجة بغيت إن شاء الله نديرها في هاتشها الرجب باش إن شاء الله تكونوا مزيانين تكونوا غاية تكونوا ملاح إن شاء الله غادي نعطيكم بعض الوصفات اللي غادي تساعدكم على المطالب ديالكم بإذن الله تكونوا ديرها وانتم عندكم يقين بأن الأمور ديالكم بإذن الله غادي يحلها الخالق ولكن إن شاء الله ديروها بيقين وإن شاء الله غادي يكون عندكم أي حاجة بغيتها غادي جيتل عندكم ولكن ديرها وانتع عندك يقين فالله سبحانه وتعالى أول وصفة غادي نديرها بهذا الند وهو غادي نشريه واحد البواطة ديال الند لهذا تكون فيها ثلاثين ثلاثين واحد ثلاثين بخور ديال الند هوا ثلاثين واحد الناس اللي عندهم توقيف الحال في المال أبدو بيكم تملولين وتندير هاد الوصفة تنديرها كل صباح علاش علاش ما بغيتي هاد القبول أو جلب الرزق أو جلب إنسان غضبان أو السمع والطاعة للأبناء تنقول لكم هاد الوصفة خطيرة جدا خطيرة خطيرة وغادي تديرها بإذن الله الواحد القهار وانتما على نية أي حاجة بغيته أولا أنا بغيت نكون عندي الوفرة شنه الوفرة هي المال يأتيني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب لأن الله قدير بكل الأمور الله توهب الرزق لمن يشاء ولكن سبب عبدي وننعينك بما يرضي الله بما يرضي الله إذن نقدر نصدق نقدر نوهب نقدر نعطي أي حاجة للأطفال فيها حلوة فيها فلوس ولو ديرها موحد في اليوم نصدق صدقة تتحيد البلاء والباس كما نقول احنا المغاربة تتحيد البلاء والباس تتحيد أي حاجة فيها شر في طريقة تتحيد بإذن الله ولكن أنا اليوم جبت واحد العلبة فيها خمسين واحد من هذا مجموعة شريتها علشان البيت ديالي عنتما فيها بزيف عنتما شريتها رخيص جدا عشر دراهم فقط ريحته طيبة ريحت الورد هانتما ديال الورد نشري ديال العود نشري أي حاجة في المثل أنا عندي توقيف الحال عندي الرزق ما تيدخلش وبغيت نجلب الرزق ديالي أنا بغيت نطلب غير الخالق وبغيت نطلق ريحة طيبة في البيت وبغيت أن البيت نطرد الشياطين ديال قلة الرزق أش غادي ندير غادي نقرب هذا الفم ديالي نقرب إلى الفم ديالي أول حاجة في الصباح بغيت نفتح باب الرزق ديالي في الصباح أنا تنصلي الفجر تنقر عليه وتنوضع أمام العتبة كين نادو المبخرات تنوضع فيهم الند تنحط الناس اللي نادو يفتروا أو هذه القورحة طيبة على الصباح أول حاجة بغيت الرزق غادي نقرب إلى الفم ديالي بحركة فم ديالي تنقر هذه القراءة أنقرأ عليه الباصل أندوره أنقرأ عنه الرزاق أندوره أنقرأ عليه يا معطي يا فتاح أي اسم من أسماء الله الحسنى بغيت نقرأ عليه آية الإبطال الناس اللي عندهم سحر يقرأ عليه بغيت قرأ عليه آية للرزق أنقرأ عليه عندي توقيف الحال غادي نقرأ آية الإبطال تير وضحة ونقرأ ونفت نقرأ ونفت نقرأ ونفت نقرأ ونفت على هد الند أول حاجة تنقرأ ونقرب الفم ديالي ونقرأ بحالك ونسنقرأ الباصل الباصل الرزاق 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 الوهاب 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 المعطي 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 نقرأ وانا قارم عليه بالفم ديالي بحالك ان هذا الرزقنا ما له من نفذ وانا سنقرى 27 مرة غالي نشعله ونحطوه قريب للعتابة ونحطوه قريب للعتابة اذا احبابي الرزق احنا احطينا الباب الرزق عندي الوليدات في مصدع المشاكل وتيسمعوش وتيسمعو احتك المديلش حد وبغيت لي في الدار ربي يرزقهم السمع والطاعة للأم ديالهم بغيت ليهم غير الخير وبغيتهم يكونوا مزيانين وبغيتهم يكونوا يسمعون كلام بغيتهم يحفظوا بغيتهم مياكلوا بغيتهم ينعسوا بكري بغيتهم يبعدوا من اصدقائك سوء غادي انقربوا الفم ديالي وانا سنقرأ يا ساميع يا ساميع سماع يا سماع يا سماع ونفت الس guessing سماع يا سماع ونفت الس يا سماع يا سماع يا سماع ونفت بغيت ولدي فلان ولد فلانة يسمع كلامي هو يطوعني بغيت رجلي عنده ضغوطات نصية تيشد معايا الهضراء مثلا فينا نجير غادي نقرأ هاد يا سمع يا سمع الودود اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود ودني مع زوجي ودني مع ابنائي ودني مع شخص معين اذا انا هنا حطيس السمع والطاعة والود وهديك حطيس على الرزق تقدريت ديرهم طيلة النهار وانتي تتشعلي كل حاجة تتشعليها بوقتها صباحا ظهرا عصرا مغرب حتى العشاء انتي حرة ديري الوصفة وتوكلي على الله تتخدمي غير اسماء الله الحسنة وتجدبي الطاقة الايجابية من اسماء الله الحسنة وآيات عندي سحر في البيت يتجدد ما نقدرش نبخر كل مرة وعندي سحر دي ما تنبطل ولكن عييت بالتبخير غالي ناخد نطرد شياطين السحر نطرد شياطين السحر اشنو قرع ليها هنقرع ليها هاد الايات اول حاجة غالي نقربوا الفم ديالي نقربوا الفم ديالي وانا تنقرأ اعود بالله من الشيطان الرجيم قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين اللهم ابطل عنا السحر التجديد او السحر النفور او السحر اللي تيجي سبب لنا المشاكل اللهم رده الى صاحبه اللهم رده بحق هذه الاية الشريفة ان ترد هذا السحر الى صاحبه ودوقه عذابه اللهم رد هذا السحر الى صاحبه ويدوق العذاب دي السحر غالي يرجع ليه السحر ديالو اذا اهدرت لكم على الرزق اهدرت لكم على المودة والسمع والطاع اهدرت لكم على الابطال اهدرت لكم غدا نهدر لكم على الحاجة اللي بغيتوها جي بغيتوها جي وبقى ما جات اذا انا نقرب اي حاجة بغيت باسم القريب البنت تديرو الصباح ولا الظهر اي وقت دخلات للبيت اي وقت دخلات غادي تاخد تخل الغرفة ديالا تود تصلي وبعد تكون مضياء وتقربوا الى الفم ديالا وتقرام مئة مرة يا قريب يا قريب يا قريب يا قريب يا قريب وانتي قارمع لي وتنبتي يا قريب يا قريب يا قريب قرب لي امنيتي او قرب لي شخص معين او قرب لي زوجي او قرب لي خطيبي او قرب لي امنيتي كتب تمنايش حاجة او الناس اللي بغين يقربوا خطاب الى العتبة او يقربوا اشخاص لباش يوافقوا لهم على الخطبة يقربوا لهم الناس بزف الناس اللي بغين يجيوا للعتبة ولكن اهل الاسر ما موافقينش اذا ناخد الند ونقرب نقرع لهم يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز عزني مع افراد عائلة اثرة خطيب او اثرة الزوج او اي حاجة اذا تنساهل انكم تحطوا لي تنساهل الدعم ديالكم الى حتة لي تنتمنى لكم ان شاء الله ما يخرج رجب حتى ربي يحقق الامنيات اذا احبابي الوصفة رائعة تنتمنى انكم تديروها وربي يحقق لكم الامنيات خذوا ورقة واستيلوه واكتبي الامنيات وحقق امنياتك بقطعة صغيرة من النن اذا حاولي غير تقرأ لها باخلاص وحاولي انك تقمع لها فمك والريقة ديال لسان ديالك يمشي الهداء والقراءة تكون ثابتة وربي رغدي يجيب الخير والخمير الرزق الزواج العمل الخطة بيدخل العتبة ولكن بالنية الصادقة والصدقة والايمان ديالكم اذا احبابي ما بقى لي ما نقول لكم الا الله يوفقكم وما تنسونيش بالدعم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا